صباح الخير وصباح الهمة والنشاط خلينا ندخل المطبخ ونعمل وصفة جديدة بتاخد العقل شكل وطعم اسمها حل الكاسات بمهلبيت اللوز وبصمة خالي دلال حناوي دائما حل الكاسات منحط قاعدة اساسية بقاع الكاسة اي كيك متوفر عندك ان كان قديم وان كان جديد طبعا حيط الطيب الفريزر وقت الحاجة طالعتي البديل بسكويت حطيت فوق هالكيك تلات معالي كبار مطحون اللوز بدي كيك بنكهة اللوز حطيت فانيليا وممكن بسكويت بنكهة اللوز حطيت روح اللوز معلقة صغيرة اذا كان قوي كتير حطي تلات نقاط ماء زهر غطة واحد طيب انا بدي ايلين هالكيك بدي ااخد ليونة ممكن تحطي حليب مكثف نزلت طريقة تحضيره من اسهل ما يكون عندي كريمة طبخ حطيت معلقة تعطيها تراوي وتعطي رطوبة وتعطي طعم ولا اطيب وحطيت اطر مبدئيا رح احط معلقتين بديل الاطر حليب مكثف اللي هو عبارة عن ربع كوب اطر مع معلقتين ودرت حليب صار عندك حليب مكثف مع معلقة صغيرة زبدة بتخلطيهم مع بعض بصير عندك حليب مكثف خلطت هالكيك حسيت لانت بعض الشيء ممكن بكل بساطة اخطيها معلقتين مطحون اللوز بتمسك معي اخدت عجينة يسهل تشكيلة ويا ريت الدوقية اذا حلوة قليل بدي تحطي زبدة مع البسكويت ومع لقت حليب مكثف بتاخدي قاعدة لحلا الكاسات حبيتي الكيك البقيان عندك البيت وممكن الكيك الفاشل كمان نحن المفروض نحترم النعم ونعيد تدويرها وتكويرها صار عندي عجينة يسهل تشكيلة ممكن تجيبي هالكاسات ممكن الكاس متوفر عندي ممكن اذا كترت معك تحطيها بكيس نايلون وتقيميها بالفريزر وقت الحاجة بالطالعية بتكويريها ممكن تغطسيها بشوكولات ممكن تحشيها جوز ممكن تغل فيها بعجينة السكر هلا بدي احمس اللوز بديل اللوز ممكن بلا ولا شي النار خفيفة حمصت اللوز بدون سمنة بدون زبدة بدون زيت وممكن تستسني اللوز نهائيا هلا بدي اعمل قاعدة احطها في الكاسة او في الصحن جود بالموجود كورتهم من خلال كيس نايلون ومن خلال الكاسة نفسها بضغط لحتى اسطح الكرة وتصير قاعدة لحلا الكاسات برجع بقول ممكن بديل الكيك بسكويت مع زبدة تطحنيهم بتحطي مع الأصغيرة حليب مكثف وحتى حطيت الباقي بالفريزر هلا بنا ننتقل لطبخ مهلبية اللوز بدي اعمل مهلبية اللوز لونة خضرة ولونة بيضة نحن قلنا بدنا بصمة مميزة حطيت هون خمس كاسات أربع كاسات حليب وكاسة كريمة طبخ مالة موجودة عندك اكتفي بخمس كاسات حليب بديل كريمة الطبخ كريمة الخفق بس أنا حطيت هون كريمة الطبخ موجودة عندي ومالة سكر عادة كريمة الطبخ رح أحط كاسة لوز مطحون طبعا ممكن تطحنيه بالبيت أنا طيحنته بالبيت ومغربلته ورح أحط النشا خمس معالي اكبار خمس معالي اكبار مثل الجبل تطلع نصف كوب السكر كوب سكر عادي خلطن مع بعض بهالخلات ممكن بخلاط الكوكتيل ممكن بالميكسر ممكن بمشبك سلكي خلطه ليتجانس النشا والسكر رح يدوب واللوز رح يختلط رح أقسمه بالنص ده أطبخ أول شي وألون لون أخضر وبعدين بطبخ اللون أبيض اللي ما له شي أسمته بالنص طبعاً حطينا حل الكاسات بالبراد لتاخد برودة قاعدة البسكويت أو الكيك رجاءاً تحريك مستمر النار وسط حطيت حطيت رشة مليح المليح بيعدل الطعم وبيمسك القوام رح أحط معلقة صغيرة ماء زهر وبدأ أحط روح اللوز وبرجع بنبهكم قوعكم تكتروا روح اللوز بمرمر حسب قوة روح اللوز اللي عندك تحريك مستمر حطيت روح اللوز وحطيت الماء زهر وحسب قوة روح اللوز بتحطي إذا إصانس بتحطي نقطة وحدة لأنه بمرمر معك شلت المشبك حطينا الاسباتولة اعملي خط بالنص هذا دليل إنه سمكت وأخدنا كفايتنا من طبخة رح أحط ملون هذا من ويلتون جيل ما تكتري مشان ما تغلطي الغلطة الشاطر بألف حركت وأخدت المطلوب لون فعلا بشهي رح أوزع على الكاسات ورح أحط في البراد وانتقل للمرحلة الأخيرة الأخيرة وهو طبخ مهلبية اللوز بدون ملون أنت أنت ممكن ما تحطي ملون تعمليه طبقتين طبقة كيك تعملي كيك وتأسميه بالطاعات وتبردي بعدين تحطي مهلبية اللوز تحريك تحريك مستمر نفس الشي تماما حطيت رشة ملح لناخد تماسك للقوام وتعديل للطعم مع تحريك مستمر ما بدأ شيء لإيدي لا ثانية ولا لحظة لأنه فعلا غلطت الشاطر بألف إذا علقت طعم مالو طيب حطيت روح اللوز وحطيت ماء زهر وتابعت التخليط طبعا بعد الغليان دايما منحط الماء الزهر ومنحط روح اللوز أي شيء حتى المستكع بآخر مرحلة بعد الغليان والتسبيك خلطت دأ شوف يا ترى أغدت كفايتة من النضج بعمل خط على المعلقة دائما المنكهات منحطها بالنهاية خلص سمكت رح نسكبها فوق مهلبية اللوز اللي ملونة باللون الأخضر حتى ما حطيتها بالبراد فورا بردت ما رح يختلطوا ببعض رح أوزع على الكاسات ورح ناخد فعلا شكل وطعم بياخد العقل رجاء لا تلعبي بمقدار السكر حلوة من أروع ما يكون ما طيبة حلوة كتير ما تنسوا إنه نحن حطينا بالقاع كيك حلوة ظاهر عادة الكيك أو البسكويت ياريت نضربهم مشان إذا صار ودخل فوقاعات من الهواء أثناء السكب تطلع ويتسطح سطح المهلبية هلا من نفس الكيك حطيت ملون أخضر بدي أعمل ورود بدي أزين حل الكاسات ممكن بكل بساطة ترشي فستو ترشي لوز أو تحطي فستة وحدة بالوسط ممكن عجينة فستو أنا نسيت أطالع من الفريزر عندي عجينة فستو بس بالفريزر اعملت هالكيك نفسه اللي عملنا منه قاعدة لحل الكاسات حطيت له ملون أخضر وحطيت له معلقة لوز مطحون خلطتون مع الملون ومن خلال هالقالب اعملت وردة جورية يا أحلى ورود ممكن بقطعات من خلال كيس نايلون والشوبك لصغير وممكن بإيدك براحة كفك تمزدي هالعجينة اعملناها بطريقة اللي بدوقة بحسبة عجينة لوز ما بحسبة كيك غيشينا حيطين لوز ما كم ما لقيت لوز لأنه فعلا بتحسيها عجينة لوز قطعت من خلال هالقطاعة وردة وحطيت جواتها خرزة هيصالحة للأكل انت زينية على كيفك وزعت الزينة وهلأ رح أعرض لك عدة طرق للتزيين ويا ريت نعمل زوم للكاميرا نشوف هالورود الحلوة حتى عملت ورود صغيرة لو أنت بالدهبي ممكن تحطي لون الدهبي مع معلقة قطر وتلوني لون الدهبي معلقة قطر ونقطة روح اللوز بتلوني اللون الدهبي ممكن من خلال هالصواني وممكن بالصينية التانية اللي عرضتها وفعلا مناخد حلال كاسات بمهلبيت اللوز بشكل جديد وفعلا ببيض الوجه جربية ما بتندمي وفعلا ولا أطيب ويعين صبي دماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة